استجواب لكل من كان في الميناء وتحديدا في الرصيف رقم أربعة وقت وقوع الحادث ميسون تم استجوابه والأدلة الجنائية فرق الأدلة الجنائية جمعت المعلومات اللازمة فيما يخص نحن نتحدث عن الحبل الحديدي الذي انقطع القصة كلها في حبل حديدي ميسون تستخدمه الرافعة لرفع هذا الصهريج انقطع هذا الحبل التحقيقات كلها تجري لمعرفة بأي سبب ومن الذي تسبب بقطع هذا الحبل هل هو مهترئ أساسا وبالتالي كان يحتاج إلى صيانة أم الحادث عرضي ربما لم يتحمل وزن الصهريج هذه التحقيقات الجارية حاليا والتي طبعا سيكشف عنها في بيان حينما تنتهي هذه التحقيقات بالمناسبة التحقيقات يرأسها وزير الداخلية مازين الفراية فيما يتعلق ميسون بالأعداد حتى الساعة الثانية يعني قبل عشر دقائق من الآن 98 شخص لا يزالوا في المستشفيات في العقبة وفي عمار من أصل 130؟ فيما يتعلق بالمستشفيات في العقبة نحن في المستشفى الميداني عمار من أصل 130؟ أصل الرقم 130 قبل ساعة ونصف من الآن؟ نعم كان الرقم انخفض لميه وثلاثين كما أخبرنا وزير الصحة الآن أصبح الرقم 98 بمعنى هناك أشخاص تعافوا وتحسنت حالتهم وغادروا المستشفيات لا يتم إخراجهم من المستشفى إلا بعد ضمان أن نسبة الأكسوجين عندهم جيدة جدا وأنه ليس هناك داعي لاستخدام جهاز التنفس فيما يتعلق بالحالات في العقبة بميسون وهذا مهم جميع حالات جيدة إلى متوسطة نحن نتحدث عن حالتين فقط تم إخلاءهم من العقبة إلى عمان إلى مستشفيات عمان وهم في حالة حرجة بحسب وزير الصحة وتم نقلهم لأن ذويهم طلبوا هذا طلبوا أن ينقلوا إلى عمان فيما يتعلق بالعمل في موانئ العقبة جميع أرصفة موانئ العقبة تعمل بشكل طبيعي وانسياب طبيعي ولكن الرصيف رقم أربع الذي وقعت فيه هذه الحالة حتى هذه اللحظة لا يعمل وأظن أنه لا يعمل بحسب ما فهمت حتى تنتهي هذه التحقيقات لأنهم يجمعوا الأدلة الجنائية وأيضا يقوم ميسون بتعقيم المياه المحيطة بالسفينة التي كان من المفترض أن تحمل هذا الصهريج قبل وقوعه وقبل أن يتسبب بحالات الاختناق كان معنا من العقبة مراسل العربي عمار الهندي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك